رهان كبير كان بانتظار الملوديتين الوهرانية والبجاوية بملعب أحمد زبنة السرار المحليين على حسم اللقاء بدى واضحا بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى ملودية وهران سيطرت بالطول والعرض على أطوار هذه الجولة الأولى وأهدر لعبوها فرصا عديدة كهذه المحاولة من عمران الذي استضمت كرته بالعارضة ثم هجم مرتدة من بنيطو الذي يسدد وعمران لم يكن محدودا مرة ثانية ثم دائما عمران الذي كان بمثابة السم القاتل في الدفاع البجاوية وكرته فوق العارضة الأفقية بنيطو حاول التسديد من بعيد ولكن هو الآخر كرته تخطئ الشبك وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين يأتي الضور على المدافع للساخ الذي أسدل سطار الهجمات الضائعة بكرة مباغثة سكنت مباشرة شباك الحار الزيدي أول هجمة لولودية بيجاية كانت في اللحظات الأخيرة من زمن الشرط الأول عن طريق بول عنصر ومحاولة سهلة بالنسبة للحارس دحمان المرحلة الثانية خرج فريق ملودية بيجاية من قوقعته وبادر في الهجوم بعد تغييرات المدرب عمراني وصنع بعض الفرص التي لم تأتي بالجديد على صعيد النتيجة وفي الدقيقة الثالثة والثمانين مخالفة مباشرة ينفذها بن يطو بكل دقة وروعة يؤمن بها الفوز لملودية وهران وكاد نفس اللاعب بن يطو أن يعمق الفارق بهذه التسديدة آخر محاولة في اللقاء كانت لملودية بيجاية فرحات يوزع ورأسية يطو تجانب العمود لتنتهي المباراة بتفوق ملودية وهران بنتيجة هدفين دون رد لعبنا ما كنا نقوله مع فارق وين المقابلة يفات ربح جاء وين دردك ليك المقابلة يفات جاي زي برو في بلي المقابلة يربحها مش ليفات والحمد لله هنا كنا بريزان اليوم وربحنا المقابلة مشكلوا ببليك نشكرهم ليعونونا خرطيقا نقولهم إن شاء الله يزدي ديروا كونفيانس في ليكيباد ومازال خير قدام إن شاء الله مقلب اللي فيه عمل كبير يخص هذا الفريق من جميع